اهلا بكم في النشرة الرياضية خسر منتخبنا لشباب لكرة اليد امام المنتخب الكوري الجنوبي ب26 هدفا مقابل 28 في المباراة الثانية له ضمن البطولة الاسيوية الخامسة عشر المقامة في العاصمة الاردنية عمان والمؤهلة للنهايات كأس العالم بالجزائر وعلى الرغم من خسارة المنتخب لانه قد تأهل رسميا للدول المقبل من البطولة عبر المركز الثاني تعقد نادي المنامة مع اللعاب الدولي عيسى غالب ليدعم صفوف الفريق الاول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل ووقع غالب العقد الرسمي مع نادي المنامة بمقر النادي قادما من نادي الرفاع بتوصية من الجهاز الفني المكون من المدرب الوطني خالد تاج ليعز صفوف الفريق الساعي للمنافسة في الموسم المقبل